هي أول شيء هي نقص الفعالية في الهجوم أصلاً في شوط الأول في شوط الأول نشوفه يعني كانت أربعة فرص وين ضيع فريق برشالونا فرص ثاني حالي التسجيل وشيء الثاني هو يعني كما تكلم عمار قال لك في المرتدات سواء يعني في الهجمة المعاكسة لفريق برشالونا أو كي تكون مرتدة عليهم هنا يكمن الضعف لفريق برشالونا وين تكلمنا في حيث السابقة محمد قلت لي أنت ورهوا الشيء السلبي اللي تشوفوا في فريق برشالونا الشيء السلبي اللي تشوفوا في فريق برشالونا قلت لك هو الدفاع دفاع الفريق برشالونا ما كاش يعني ما كاش لاعبين اللي عندهم هذيك الشرصة وهذيك القتال يعني اللي يعودون به الفريق الكبيرة تروح لأي فريق كبير دائما ما يكون عندهم دي ليدر في الدفاع فريق برشالونا ما زال ينقصوه يعني بعض الأشياء في الدفاع يزيد يحسنوا فيه هذا النقطة الثانية هذه و النقطة الثالثة نشوف كين هناك لعبين كانوا في الدكة الاحتياط كانوا قادرين يكونوا أحسن من بيدري و غافي هذه مباراة ترمكش تلعبها في الملعب تاعك لأننا نعرف كين تلعب في الملعب تاعك انتال يدير اللعب انتال يتحاول يعني تمد الناس قطاع اللعب انتال يتمد ريتم المباراة نشوف بلي كيسي كان قادر يكون في فوق الميدان لأن كيسي نعرفه يعني بنياق قوية حتى اللعب دي يونغي لو كان كيسي و دي يونغي في مكان بيدري و غافي كان يكون مباراة في هالكيلي